حض الرئيس الأمريكي بارك أوباما الثلاثاء دول العالم على استقبال الغرباء بيننا خلال قمة للأمم المتحدة جمعت تعهدات من خمسين دولة باستقبال ثلاثمائة وستين الف لاجئ وفي كلمة ألقاها خلال قمة حول اللاجئين ترأستها واشنطن في الأمم المتحدة أشاد أوباما خصوصا بالدور القيادي الذي اطلعت به ألمانيا وكندا في فتح أبوابهما أمام اللاجئين السوريين وغيرهم من الفرين من الحروب ستضعف دولنا مجتمعة عدد اللاجئين الذين نستقبلهم في بلداننا إلى ما يزيد عن ثلاثمائة وستين ألفا هذه السنة وزادت الدول مساهمتها المالية في النداءات التي وجهتها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بحوالي أربع مليارات وخمسمائة ألف دولار أكثر مما تم تقديمه خلال العام 2015 يجب على المزيد من الدول فتح برامج إعادة توطين وعلينا أيضا زيادة التمويل الإنساني وتضمنت الوعود الجديدة أموالا لإلحاق نحو مليون طفل لاجئ بالمدارس وتمكين مليون لاجئ من العمل بصورة قانونية ترجمة نانسي قنقر